مطالب بدأت تتصاعد في الآونة الأخيرة في مناطق متعددة من البلاد بإحداث ترفيعات إدارية لبعض المناطق وتحويل الأقضية إلى محافظات والنواحي إلى أقضية منها مطالب أهالي ناحيتي أم قصر وسفوان ومنطقة خور الزبير في محافظة البصرة بعد تقييم مدى توفر الشروط والمعايير الفنية والسكانية والجغرافية التي تؤهلها لذلك الخدمات ليست في المستوى المطلوب ما أنا هنا في مقصر؟ كليا ما أعدي أنا أعدي بنات منها يرحني درساً في ساحة السعد في الزبير يطلعاً في السبعة يجن بالأربع العصر ولكننا هذه المنطقة منها إلى منطقة مقصر هذا طريق كل شيء ما بي سيفتي وهذا يعتبر طريق حيوي علي معمل السمنت علي المعامل الأخرى علي الشركات علي المطاحن إلى ذلك أكد برلمانيون استحصالهم موافقة وزارة التخطيط لترفيغ ناحيتي أم قصر وسفوان إلى أقضية وكذلك تحويل منطقة خور الزبير إلى ناحية لتحقيق التنمية الاقتصادية تم استحصال موافقة استحداث قضائين في محافظة البصرة أي تحويل ناحيتين إلى قضائين واستحداث منطقة خور الزبير وتحويلها إلى ناحية وبالتالي وافقت وزارة التخطيط بعد أن استكملت كافة الإجراءات وتبين لوزارة التخطيط أن كل القرارات ودراسة الجدوى للمشروع والتنمية الاقتصادية وكل متطلبات الاستحداث هي متوفرة حكومة البصرة المحلية من جانبها لفتت إلى حاجة المحافظة لاستحداث وحدات إدارية جديدة بالاتساق مع زيادة الحاصلة في عدد السكان فضلا عن تقادم النظام الإداري مستوى الإداري لسفوان هو ناحية كل ما يتعلق مشاريعها تعطى على مستوى ناحية عندما يرتقي إلى مستوى قضاء ستكون كل مشاريع على مستوى القضاء أسوة بقضاء الزبير وأسوة بقضاء شطة العرب ويطالب أهالي بلدة حلبجة في إقليم كردستان العراق وأقضية تلعفر في نينوى ومندلي في ديالا والفلوجة في الأنبار والطوز في صلاح الدين والشامية في الديوانية والصويرة في وسط والزبير في البصرة إضافة إلى منطقة سهل نينوى في الموصل بتحويلها إلى محافظات مطالبات بترفيعات إدارية لبعض مناطق البلاد يأتي بهدف ضمان حصولها على حصة كاملة من الموازنة وتقديم خدمات أفضل للأهالي مما يعني إضافة أعباء مالية جديدة على الموازنة المثقلة أساسا بالديون وفقا لمختصين نجح العابد الحرة محافظة البصرة